بعد مضي أكثر من عام على سيطرة القوات الحكومية وميليشيا الحشد على مدينة الموصل ما زال واقع المدينة على حاله بلا ملامح إعادة إعمار والنازحون ما زالوا في مخيماتهم وما تزعمه الحكومة بشأن عودة النازحين ومباشرتها في إعمار المدينة مجرد أحاديث باطلة ذلك ما قالته مجلة ذا أتلانتك الأمريكية في تقرير لها رصد واقع المدينة المفتقرة إلى مقومات الحياة على كافة الصعود إذ أن معظم أحيائها ولا سيما الجانب الغربي مدمر وغير صالح للسكن والذين يقطنون الموصل حاليا لا يتجاوز عددهم ربع سكان الموصل الأصليين وتصف المجلة حال الموصل فتصورها على أنها بقايا مدينة تحوي على جبال من الزجاج والقمامة والأسلاك المعدنية والصخور المحطمة وسط تلوث هوائي مصدره الجثث المطمورة تحت الأنقاض وبحسب الصحيفة فإن المجتمع الدولي ساهم بنحو 30 مليار دولار لإعادة بناء المناطق المتضررة من العمليات العسكرية إلا أن الفساد الحكومي أعاقبت الإعمار فبقيت الموصل كغيرها من المدن المتضررة على الحال التي رافقت دخول القوات الحكومية والميليشيات إليها كما تستبعد مجلة The Atlantic عودة النازحين إلى الموصل حتى ولو افترض إعادة تأهيل البنية التحتية فيها بالمستقبل إذ ثمت عواقب أخرى لا تقتصر على البنيان فالميليشيات المنتشرة في المدينة وما قامت به من أعمال ابتزاز مالي وتصفيات جسدية ضد السكان أدى إلى انعدام ثقة النازحين بالعودة ضمن الظروف السياسية والعسكرية الراهنة وقع الموصل الحالي المتفق على توصيفه من قبل عديد من المنظمات والوكالات والصحف يجعل الحديث عن عودة النازحين ضربا من الخيال وإعادة إعمار المدينة مجرد أوهام لا تختلف بطبيعتها عن أوهام الإصلاح الخدمي التي تتحدث عنه الحكومة وتكذبه موجات المتظاهرين الغاضبة في مدن العراق